السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبابكم عشرة. ده الفيديو الخامس او الحلقة الخامسة. وحنتكلم عن الوظائف او التكديم للوظائف. في الفيديو الحلقات السابقة تكلمنا عن انشاء البروفايل. تكلمنا عن ما هو منصة لينكت ان. والفائد اللي ممكن نلقاها من خلال المنصة. وشنو الخطوات اللي ممكن احنا نتبع عشان ننشأ البروفايل الاحترافي. في الفيديو ده حنركز على التقديم للوظائف. وزي ما ذكرت لكم انه عشان انت تقدم ده وظائف لازم البروفايل حقك كله يكون مكتمل بصورة احترافية. لانه لينكت ان بيتستخدم حتى في الشركات العالمية ابل مايكروسوفت يوتيوب جوجل آآ بيستخدموا الاتشعار عشان آآ يوظفوا آآ الموظفين في الشركات. تمام? فازن لينكت ان هي منصة عالمية للتوظيف. فلازم انك انت لما تجي تنشأ البروفايل الاحترافي تكون عارف انك انت بتنشأ في منصة عالمية ومنصة احترافية. التقديم للوظائف هنا بيكون في الايقون حقة الوظائف. طبعا لينكت ان بينشر فيها يوميا آلاف او مئات الآلاف من الوظائف اليومية. لكن عشان تجي تقدم دايما بنصح انك انت لما تجي تقدم تقدم او تتعب بذكاء. تتعب بذكاء. يعني شنو تتعب بذكاء? يعني انك انت لما تجي تبحث وتقدم ما تقدم بطريقة عشوائية لا. تكون عارف انك انت بتقدم في شنو وبتقدم آآ وين. اول حاجة لازم انك انت تكون فاهم المسمى الوظيفي اللي انت حتقدم فيه. يعني مسلا الآن عندي مسلا آآ جيرنرل مجر اللي هو عبارة عن المديرة العام. او مديرة الادارة. آآ مديرة الادارة بقوم بوحاجة بحدد المسمى الوظيفي. تمام? آآ المسمى الوظيفي هنا آآ المسمى الوظيفي حق ال الوظيفة اللي انا عايز اقدم فيها. الحاجة التانية اللي هو البلد. هنا بتكون بتحدد البلد. تمام? هل انت عايز مصر? او انت عايز مسان السعودية. ممكن نغير السعودية الرياض. تمام? تمام. مستوى الاخدمية يعني يعني انت خبرتك شنو في المسمى الوظيفي ده. هل انت فتر التدريب يعني يا دوب انت عايز تدرب? ولا مستوى مبتدئ في الخبرة? مساعد. متوسط يعني في الخبرة. مستوى متوسط الاقدامية. مدير ادارة مدير التنفيذ يعني ده خبرة عالية شديد. تمام? فانت هنا بتحدد نوع الخبرة حقتك هي هي انت انت في اعت واحد من ديل في الخبرة. تمام? تاريخ النشر. ولازم هنا انك انت تقوم تحدد تاريخ نشري جريب جدا. يعني مثلا ممكن تحدد اخر اربعة وعشرين ساعة. ليه? اخر اربعة وعشرين ساعة. لانه كله انت ما قدمت في الوظائف الفرش. كله ما نسبة التواصل نسبة القبول كانت اكتر. لانه احيانا في شركات بتكتفي مسلا عايزة شخصين او عايزة تلاتة اشخاص. فاول ما يلقوا الاشخاص خلاص يعني. ما بيتوصلوا مع الباقية. تمام? فالاولوية بتكون للشخص اللي يقدم بدري يعني. تمام? دايما الشخص اللي يقدم بدري دايما بيكون عنده فرص اكتر يعني. فلاسي ما انا كنا اول حاجة تحدد اسم المسمى الوظيفي. تحدد الدولة اللي انت عايز اه يعني اه اه تتوظف فيها. اه تحدد نوع الخبرة حقتك او مستوى الخبرة حقتك. اه تاريخ النشر. هل انت عايز اخر اربع عشرين ساعة او الاسبوع الماضي. وذكرت انه بنصح باخر اربع عشرين ساعة. ليه? لان كل ما قدمت في في الوظائف الفريش كل ما خبرة فرص فرصك كانت اقوى وافضل. اه انا بس عايز اغير هنا بدل خليها مصر. طيب. الان في وظيفة نشروها قبل حداشر ساعة في مصر. بنفس المسمى الوظيفة حقي انا. اه اه اللي اعايز اقدم فيه يعني. طيب. اه كيف اتأكد من الشركة دي انه هي فعلا شركة ام رسمية وما شركة فيك. بمجرد ما اضغط على الشعار حق الشركة. بجي هنا اشوف عدد الناس عدد الموظفين اللي هم في الشركة. كل ما كان عدد اكبر معناه فعلا في ناس موظفين في الشركة دي. تمام? اه ممكن كبا انت تتطعط على اشخاص هنا وتبدأ تتواصل مع الناس اللي هما داخل الشركة. تبدأ تسألهم عن الشركة والرواتب حقتها وبيفيدوك يعني دايما. اه الحاجة اللي عايز اقوله انه قبل ما تضغط على الرابط حق التقديم لازم 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 تجرى عن الوظيفة. تجرى عنها تجرى عن الحاجات اللي هما طالبينها منك. تجرى عن الخبرة. تجرى عن اللي هما عايزنا منك. المؤهلات. لازم الحاجات دي تجرى عنها. ليه? هل انت مستوفي الحاجات دي بينك وبين نفسك? تسأل نفسك. على ما والله ياخد ايرين درجة في اللي هو في المحاسبة. اه يكون عندك مساء خبرة مساء كذا من السنوات. فلازم انك انت تجرى كل كل المتطلبات اللي هما عايزنا منك. بعدها تشوف انه انتهى المستوفي للوظيفة دي بنسبة سبعين في المية تمنين في المية تسعين في المية. كل ما كانت النسبة عالية كل ما انا انصحك انك انت تتقدم في الوظيفة دي. وده سبب انه ناس كتيرين جدا باول ما يقل الوظيفة طوال مباشرة بيقوم يضغط على رابط التقديم ويقدم مباشرة المحاية دي خطأ تماما. كل ما انت قدمت اه بطريقة اه متأنية. اه وقريت عن قريت عن المتطلبات قريت عن الوظيفة نفسها. عايزين منك شنو. اه الحاجات اللي انت حتعملها. الخبرات. كل حاجة انت قريتها وتأكدتها ان فيها الحاجة دي عندك وانت يعني مناسب للوظيفة دي. بعدك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقدم. لكن كخطام دي للفيديو ده خلنينا نذكر انه الارزاك بيري الله سبحانه وتعالى. فلما نتكلم عن منصة لينكت انه نعمل فيديوهات ما لهدف انه نروي دي المنصة. ولا الهدف انه احنا نقول المنصة دي فيها الارزاك و وغيرها ما فيها رزق. لا. المنصة دي ممكن تكون سبب في اه ارزاك ناس كتيرين شديد. وممكن كمان الرزقك يكون خارج منصة دي. وفي ناس كتيرين جدا عندهم ما عندهم حسابات على لينكت ان ومستواهم المادي ما شاء الله تبارك الرحمن عالي جدا. فالهدف انك انت تسعى و لينكت ان منصة ممكن تسعى فيها و تلقى فيها وظيفة و ممكن تسعى فيها و ربا يكتب ديك وظيفة خارج منصة دي. فالهدف اه انه ارزاك بالله سبحانه وتعالى. اه ما تخلي رزقك في تطبيق معين او منصة معينة. انما انك انت تسعى سواء كان في لينكت ان او منصات تانية. وتخلي اه توكلك بالله سبحانه وتعالى اولا و اخيرا. ثم انك انت تسعى و ترضى باللي ربنا قسم لك. و اذا ربنا ما قسم لك حاجة فلازم انك انت برضو ترضى وتسلم امرك الى الله سبحانه وتعالى. لانه امر المؤمن كله خير. اذا اصابه ضراء صبر فكان خيرا له. و اذا اصابه صراء شكر فكان خيرا له. فانت في النهاية لازم تكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن باطر الله سبحانه وتعالى، مؤمن برزاق الله سبحانه وتعالى فيعني بحاول انه اقول لكم انه يعني linkedin هي مجرد وسيلة ما هي الارزاق كلها في linkedin. بريء ارزاق بالله سبحانه وتعالى. كل الشخص رزقه مكتوب وقدره مكتوب وأعماله مكتوبة فما طب منك أنك أنت تسعى وتتوكل على الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقكم أضعافا مضاعفة ويسهل أموركم ويرسل أموركم ويوفقكم ويحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته